هذا المؤتمر جاء في الأوقاف في العراق تاريخها وأهميتها وواقعها كان هذا عنواناً للمؤتمر العلمي الخامس لهيئة علماء المسلمين في العراق الذي عقد في مدينة إسطنبول بمشاركة جمع من الباحثين والأكاديميين المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين تناول أوقاف العراق وقيمتها الإسلامية ودورها في إثراء الحضارة العالمية وكذلك ما تتعرض له من عمليات سرقة وتخريب تستهدف هوية العراق هذا المؤتمر جاء لتسليط الضوء على أهمية الأوقاف على هذه المحاولات للفت انتباه الباحثين المفكرين أصحاب الاختصاص سواء كانوا محليين أو دوليين من أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع وتحضى أوقاف بغداد بأهمية بالغة بالنسبة للأوقاف الإسلامية باعتبار بغداد كانت مركزاً للخلافة الإسلامية أيام العباسيين ومهداً للعلوم بشقيها الشرعي والدنيوي كان لأوقاف العراقي بعد حضاري وتاريخي مشرف استفادت منه الإنسانية جمعاء تمثل ذلك في الوقف الثقافي العلمي بمحتوى عليه من مدارس تعليمية ومساجد ومكتبات كما تمثل ذلك في الوقف الاقتصادي والوقف الاجتماعي والوقف الصحي الذي يعود على الناس بالنفع والخير أهمية المؤتمر تنبع من مزامنته لأحداث في غاية الخطورة تتمثل في محاولات محو الأوقاف في العراق وسرقتها والعبث بها هذه الأوقاف بحاجة إلى حماية بحاجة إلى سن قوانين وتدابير تحافظ على هذه الأوقاف لا سيما في ظل الهجمة الطائفية ومحاولة اقتسام الأوقاف في بغداد خاصة والسيطرة أيضا على الأوقاف الموجودة في المحافظات لا سيما محافظات الوسط والجنوب إذا لم تسن قوانين جادة وتتظافر الجهود الإسلامية لتدارك أوقاف العراق فإنها معرضة للضياع هذا الوقف اليوم أصبح ضيعة بين الحكومة وبين المؤسسات وبين الميليشيات وبين الأحزاب فمع الأسف اليوم الوقف في العراق وخاصة الوقف السني أصبح ضيعة بشكل كبير وليس هناك قانون يحميه أعمال المؤتمر بالإضافة لاستعراضها تاريخ الأوقاف صلطت الضو على مناقشة حلول عملية من شأنها أن تحمي أوقاف العراق التي تعد جزءا أساسيا من حركة الحضارة الإسلامية وعلى اللقاء شكرا